كذلك في كلمات عندنا نقولها ولا نعي فيها ولا نوقف عندها وقفة تفكير أو لحظة صمت أو لحظة تفكير في هذه الكلمات في بعض الأمثلة دائما نقولها نحن وإياكم زي خير تعمل شر تلقى جزء سنمر لا هذا غلط خير تعمل إن شاء الله خير بتلقى حتى لو سويت الخير ولا لقيت لها مردود يكفي إن الله يعلم ما في قلبك ما في صدرك ويكفي إنك إنت سويت حاجة تحبها ولها نكهة ولها طابع داخل فيك إنت شخصية لا تقول خير تعمل شر تلقى لا يا حبيبي خير تعمل خير بتلقى إحسان بتلقى دعوة بتلقى إنجاز بتلقى إبداع بتلقى زي عبد الله عبد الله الآن سوى هذا الجابها بعض يقول ما لها داعي وما لها أي أهمية لا ممكن لها اهتمام لها التركيز لها مثلا تنظيم الوقت كيف تنظم وقتك وتنظم حياتك بالتركيز هذا فهذه لا مثلا تتحطم أو ما تعي بعض الجمل اللي في تقولها انتبه وانتبهي وانا كذلك انتبه انتبه عبد الله كما بعطيك مثل اش رايك؟ صلا دائما يقول من جدة ويش؟ وجد يا سلام هل انت دائما إذا جديت حصلت حاجة المثل هذا؟ من جدة وجد هل تجد اللي تسوي؟ من جد المفروض أنه يعرف أنه رح يجد حتى لو ما يوجدها بالدنيا لو ما جاهل اللي يستحقها في الدنيا بيجي بالآخرة يا سلام كل شي سويه يتسجل اللي خير اللي يسويه بيتسجل وما جاهل جزب الدنيا رح يجيه الجزب الآخرة زين في بعض الناس من جدة وجد ويعمل ويفعل لكن ما ينجح ما يحصل مبتغاه شرايك بهذا؟ قد يحبط قد الشخص هذا يحبط من هالشيء لأنه الصح أنه لا يحبط لا دهيق هنوقف عن تكلمة قدش؟ قد يحبط يحبط وفعلا هذا اللي يصير عند أكثر وأغلب الناس وهذا أنا أقول لكم لا لا تحبط ولا تتحطم نفسيا ولا تزعل ليش؟ لأن ممكن تجد أمنية أنت كنت تتمناها وانت غافل عنها في هذا الموكان أو في هذا الوصول أنت وصلت له يمكن تعلمت ولا أكيد أنك تعلمت مو يمكن أكيد أنك تعلمت من حاجة تعلمت أن هذا اللي سويته خطأ فهذا تعلم أنك تعلمت أنك مشيت ثلاثة عتبات أو ثلاثة لفلات قمز القمزة القوية هذه طحت مستقبليا ما راح تقمز أو ما راح تمشي هالمسافة الطويرة صح ولا لا؟ صح فهذا تعلم أنك تعلمت